بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان الدرس الثالث والثلاثون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إخوتنا المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان في مطلع هذه الحلقة نرحبه بفضيلة الشيخ حياكم الله وبإياكم شيخ صالح حياكم الله وباركة فيكم كنا فيما تحدثتم به في لقائنا السابق فضيلة الشيخ عن فضل صلاة التطوع ثم عن بيان أنواعها وانتهى بنا الحديث إلى ما ذكرتم من أنواع تلك الصلوات ما تشرع له الجماعة وصلاة الوتر وصلاة الليل وصلاة الضحى وصلاة الرواتب التي مع الفرائض نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما النوع الأول من صلاة التطوع وهو آكد صلاة التطوع ما تشرع له الجماعة ولهذا قال آكدها كسوف نعم أي صلاة الكسوف والكسوف هو تغير أحد النيرين تغير أحد النيرين بما يعرض له من العوارض الكونية التي خلقها الله سبحانه وتعالى لأن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تجري عليهم التغيرات والأحكام من الإلهية وفي هذا رد على الذين يعبدون الشمس ويعبدون القمر ويعبدون الكواكب في أنها مخلوقات يجري عليها التغير فإذا كسف أحد النيرين شرعت صلاة الاستسقى على الصفة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتي لذلك باب خاص هو باب صلاة الكسوف الكسوف نعم نعم وإنما ذكرها هنا لبيان أنها آكد أنواع التطوع لماذا؟ لأنها تشرع لها الجماعة الجماعة ويجهر فيها بالقراءة ثم استسقى والاستسقى طلب السقيا طلب السقيا من الله سبحانه وتعالى وذلك يكون تارة بالدعاء وحده وتارة يكون بالصلاة مع الدعاء وهو ما تسمى صلاة الاستسقى صلاة الاستسقى وتارة تكون في خطبة الجمعة فالاستسقى على ثلاثة أنواع استسقى بدعاء منفرد بدون صلاة وبدون خطبة ودعاء يكون مع صلاة خاصة تسمى صلاة الاستسقى وسيأتي لها باب خاص إن شاء الله في مكانه وتارة يكون في خطبة الجمعة فيدعو الخطيب بأن يغيث الله المسلمين عندما تجدب الأرض وينحبس المطر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكن الغرض من هذا المطلوب هنا هو النوع الأول وهو النوع الثاني وهو الاستسقى الذي معه صلاة فصلاة الاستسقى هي من آكد أنواع التطوع لماذا؟ لأنها تشرع لها الجماعة الجماعة فهي آكد أنواع التطوع لأجل ذلك النوع الثالث التراويح التراويح أيضا من آكد أنواع التطوع للسبب نفسه لأنها تشرع لها الجماعة هذا النوع الأول وهو ما تشرع له الجماعة الكسوف الاستسقاء التراويح هذا آكد أنواع التطوع نعم قال رحمه الله آكدها كسوف ثم استسقاء ثم تراويح ثم وطر يفعل بين العشاء والفجر الثاني من أنواع التطوع المتأكدة الوتر والوتر لغة الفرد ضد الشفع الفرد يقال له وتر والله جل وعلا يقال له وتر لأنه سبحانه فرد واحد أحد فرد صمد لا شريك له وفي الحديث إن الله وتر يحب الوتر نعم يفعل بين الفضل والوتر هو الصلاة على الصفة التي يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى ولماذا كان آكد أنواع التطوع بعد ما تسن له الجماعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر به ويحث عليه وكان صلى الله عليه وسلم لا يتركه حضرا ولا سفرا فلهذا تأكد الوتر على المسلم فهو سنة مؤكدة بل إن بعض العلماء يرى وجوبه ولكن الذي عليه الجمهور أنه سنة مؤكدة نعم قال رحمه الله يفعلوا بين العشاء والفجر وأقله ركعة وأكثره إحدى عشرة ركعة مثنى مثنى ويوتل بواحدة هذا تفصيل لكيفية الوتر من هيث بيان الوقت وبيان عدد ركعات الوتر أما الوقت فإنه ما بين العشاء يعني ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر إلى طلوع الفجر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر هذا وقت الوتر ففي أي وقت أوتر من أول الليل أو من وسطه أو من آخره فإنه يكون قد أتى بالوتر في وقته يكون أتى بالوتر في وقته الشرعي وصلاة العشاء هي البداية إذا صلى العشاء جاز له أن يوتر ولو كانت العشاء مجموعة مع المغرب جمع تقديم الحمد لله فله أن يوتر بعدها إلى أن يطلع الفجر أما إذا طلع الفجر فإنه ينتهي وقت الوتر لأن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى وطره إلى السحر نعم وأقله الآن هذا بيان لعدد ركعات الوتر الوتر لغة كما سبق هو الشيء الفرد ضد الزوج وضد الشفع فأقل الوتر ركعة واحدة ولا يكره الإيتار بها لأن هذا ثبت عن السلف لأن هذا ثبت عن السلف فلو صلى ركعة واحدة ناوين أنها الوتر أجزأت لا قبلها ولا بعدها لا قبلها ولا بعدها ما يصلح الوتر ما يصل بعده يعني بعدما فرغ من فريضة الإشاء صلى واحدة نعم أقل الوتر ركعة واحدة ويكون قد أدى السنة بذلك هذا أقله وأكثره إحدى عشرة ركعة إحدى عشرة ركعة يصليها مثنى مثنى يعني يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة هذه إحدى عشرة عشرة لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم طلوع الفجر صلى واحدة توتر له ما صلى هذا أقله وهذا أكثره وإن قال وإن أوتناه قال رحمه الله وإن أوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا في آخرها وبتسع يجلس عقب الثامنة ويتشهد ولا يسلم ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم لما ذكر أقل الوتر وأعلى ذكر ما بين ذلك نعم فقال له أن يوتر بخمس بخمس ركعات أو يوتر بسبع ركعات أو يوتر بتسع ركعات له ذلك الحمد لله لكنه إن أوتر بخمس أو بسبع ركعات لم يجلس إلا في آخرها وهو التشهد الأخير الذي بعده السلام بل فيسردها يسرد الخمس أو يسرد السبع بدون سلام فإذا أتى بها جلس للتشهد الأخير ثم سلم منها وإن أوتر بتسع فإنه يجلس عقب الثامنة ويتشهد التشهد الأول ولا يسلم ثم يقوم ويصلي التاسع ويتشهد ويسلم هذه صفة الوتر في ما إذا أوتر بين الواحدة هو الإحدى عشرة ركعة يعني إن ترك فعله مثل مثل طريقة الأولى يصلي مثل هذا بالإحدى عشر يصلي مثل مثل أما بالخمس والسبع والتسع فإنه يسرد إلا في التسع فإنه يجلس بعد الثامنة ويتشهد تشهدا أول ثم يقوم ويأتي بالركعة التاسعة ثم يجلس ويتشهد التشهد الأخير ويسلم منها نعم أحسن الله إليكم وأدنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين أدنى الكمال في الوتر ثلاث ركعات وهما يسمى بالشفع والوتر بسلامين يصلي ركعتين تسميان بالشفع ثم يجلس ويتشهد ويسلم ثم يقوم ويصلي الوتر ركعة واحدة ويتشهد بعدها يجلس للتشهد ويتشهد ويسلم هذا هو الأفضل وإن سرد الثلاث بسلام واحد جاز ذلك نعم يعني الثلاث له أن يجعلها بسلامين أو بسلام واحد أو بسلام واحد لكن السلامين أفضل فإن سلم سلام واحد أن يجعل بعد الثاني التشهد أول لا لا يجلس الله في الأخيرة نعم يسردها يسردها ويجلس في الأخيرة لأنه نهي عن تشبيهها بصلاة المغرب نعم حسن الله إليكم يا شيخ قبل أن نبرح هذا قولكم سنة مؤكدة الفرق بين السنة والسنة المؤكدة هل من الإشارة لطيها السنة المؤكدة التي يتأكد فعلها يتأكد فعلها يعني فوق السنة العادية ودون الواجب نعم تقرب من الواجب نعم قولكم يوصلي برعاة واحدة لو أن أحدا أتى إلى مضجعه منتصف الليل مثلا فتوضى وصل ل ركعة واحدة عد ويترله تلك الليلة نعم لكنه أقل أقل للوتر أقل للوتر نعم نعم أحسن الله لو أن الموتر جعل من الخمس التي يسلم في آخرها ركعتين راتبة العشاء نوى بالركعتين الأوليين في الخمس راتبة العشاء ما يصلح ما يصلح أحسن أبكم الله قال رحمه الله يقرأوا في الأولى تأتي مع الرواتب إن شاء الله لا يدخلها مع الوتر نعم أحسن الله قال رحمه الله وأدنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين يقرأ في الأولى سبح وفي الثانية بالكافرون وفي الثالثة بالإخلاص إذا أوتر بثلاث التي هي أدنى الكمال فإنه يستحب له أن يقرأ في الأولى بعد الفاتحة يسبح اسم ربك الأعلى وفي الركعة الثانية بقل يا أيها الكافرون وفي الركعة الثالثة بسورة الإخلاص قل هو الله أحد فقرأت هذه السور في الشفع الوتر إذا أوتر بثلاث مستحب ولو قرأ بغيرها أجزأ ذلك ويقنط فيها بعد الركوع فيقول اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت نعم ويستحب أن يقنط في الوتر في ركعة الوتر بعد الركوع هذا هو الذي عليه الأكثر وهو الأفضل وإن قنط قبل الركوع قبل نهاية القراءة وقبل الركوع جاز ذلك وبه قال بعض العلماء لكن الصفة الأولى وهو أن يقنط بعد الركوع هي التي عليها الأكثر وهي الأفضل والقنوت معناه الدعاء قنوت يطلق ويراد به الدعاء ويطلق ويراد به طول القيام وقوموا لله قانثين ويطلق ويراد به الصمت أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام لما نزل قوله تعالى وقوموا لله قانثين فالشراء بأن القنوت هنا ترك الكلام في الصلاة والمراد هنا الدعاء المراد هنا الدعاء أي استحب أن يقنط في الوتر وأن يقول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل مواليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد هذا هو الدعاء الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لسفطه الحسن ابن علي رضي الله عنهما فيستحب أن يقنث به لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه للحسن ورواه الحسن للأمة ليعملوا به وهو دعاء عظيم جامع فيقول اللهم اهدنا بضمير الجامع إذا كان يصلي بجماع نعم أما إذا كان يصلي مفردا فإنه يفرد الضمير فيقول اللهم اهدني وكذما بعده من أنواع الدعاء يفرد الضمير لأنه يوتر ويدعو لنفسه اللهم أصله يا الله ثم حذفت يا النداء وعوض عنها الميم في آخر لفظ الجلال فصارت اللهم أي يا الله هذا ندى لله سبحانه وتعالى ودعاء لله اهدني أو اهدنا في من هديت المراد هنا هداية التوفيق هداية التوفيق والثبات على الحق وهناك هداية أخرى وهي هداية البيان والإرشاد وهي عامة لجميع الخلق المؤمنين والكفار فإن الله هدى الخلق كلهم بمعنى أنه دلهم على طريق الخير ووضح لهم طريق الشر فهو هداهم يعني بين لهم ووضح لهم فمنهم من قبل ومنهم من لم يقبل قال تعالى فأما تمود فهديناهم فاستحبوا العماء على الهدى يعني بينا لهم ووضح نالهم فهذه عامة لجميع الخلق أما هداية التوفيق فهذه خاصة بأهل الإيمان وهي المرادة هنا في قوله اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت العافية هي السلامة من الشرور والمحاذير عافية من الأمراض وعافية من الابتلاءات والامتحانات وعافية من الفتن وعافية من حقوق الخلق فهي عامة عامة ومعناها أن الله سبحانه وتعالى يمنحك السلامة من هذه الأمور الضارة نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله وتولني في من توليت نعم هذه مواصلة لدعاء القنط الواردة في حديث الحسن ابن علي رضي الله عنهما رضي الله عنهما تولنا في من توليت الولاية لفتح الواو هي المحبة والنصرة والموالاة كما قال تعالى الله ولي الذين آمن رجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاوت رجونهم من النور إلى الظلمات فأنت تطلب أن يتولاك الله بنصرته وتأييده ومحبته وعنايته وهدايته سبحانه وتعالى وبارك لنا فيما أعطيت بارك لنا فيما أعطيت لأن الأرزاق كلها من الله سبحانه وتعالى عطاء من الله ومنة من الله وليس المقصود كثرة العطاء ولكن المقصود البركة البركة فيما يعطي سبحانه وتعالى فإذا أحل الله به البركة فإنه وإن كان قليلا فإنه يكون مباركا وكثيرا أما إذا لم يكن فيه بركة فإن العطاء وإن كان كثيرا فإنه لا يفيد صاحبه فلذلك لم يقل أعطنا فيما أعطيت الله أكبر بل قال بارك لنا بارك لنا فيما أعطيت هذا هو المقصود نعم بالمناسبة يا شيخ طبعا البركة نعرف أنها لا ينزلها في الشيء إلا الله وحده جل وعلا كما تفضلت ونسمع كثيرا الآن في إبارات الصحف وسائل الإعلام أن نبارك هذا الموضوع والمسؤول يبارك الحفل والمدرسة يدعو له بالبركة ما يخالف يصح على هذا الأتبار نعم كان أن يؤتى بالصبيان يحنكهم ويبرك عليهم يعني يدعو لهم بالبركة لكن في السياق المستعمل أنه بارك الحفل أو بارك كذا يعني يعني دعا له بالبركة لا بس ما نقول أن هذا الخاص بالله جل وعلا هو الذي يبارك الخاص بالله تبارك لفظ تبارك هذا لا يطلق إلا على الله ما تقول تبارك علينا أو تبارك الحفل بوجودك هذا ما يجوز تبارك ولا أقول إن فلانا بارك الحفل دعا له بالبركة تقوله ما يخالف باركه يعني دعا له بالبركة نعم وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك نعم هذا دعا بأن يقيك الله والوقاية هي أن يجعل دونك ما يحول بينك وبين ما يؤذيك شر ما قضيت لأن الله سبحانه وتعالى يقضي الخير والشر يقضي بمعنى يقدر الخير والشر كله من الله سبحانه وتعالى فأنت تدعو الله أن يقدر لك الخير وأن يصرف عنك الشر إنك تقضي أي تقدر وتحكم سبحانك سبحانك ولا يقضى عليك لا أحد يعارض قضاءك أو يخالف ما قضيت به كونا وقدرا لأن ما قضاه الله وقدره فإنه لا أحد يستطيع أن يغيره أو أن يمنعه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم فهذا توسل إلى الله جل وعلا لما دعا بأن يقيه شر القضاء توسل إليه بهذه الصفة العظيمة إنك تقضي ولا يقضى عليك تقضي أنت على الخلق وتقدر عليهم وهم لا يقضون عليك ولا يحكمون عليك بشيء نعم إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت هذا إذا توسل إلى الله في أنه لا يذل من والاه الله فمن والاه الله بمحبته ونصرته وتأييده فإنه لا لا يذل إن ينصركم الله فلا غالبا لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده فمن تولاه الله فإنه عزيز لا يذل وبالعكس لا يعز من عاديت بمعنى أن من عاد الله من عاد الله سبحانه وتعالى فإنه ذليل مهما بلغ من المادة والمال والثرى والجاه والملك ما دام أنه عدو لله فإنه ذليل وليس بعزيز نعم تباركت ربنا وتعاليت تباركت ربنا هذا ثناء على الله جل وعلا تباركت أي البركة تنال بذكرك وهذه اللفظة لا تقال إلا في حق الله فلا يقال يا فلان تبارك علينا أو ما أشبه ذلك هذا الفعل لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى فإنه هو الذي يملك البركة وهو الذي يحلها في الأشياء وتعاليت هذا فيه ثبات العلو لله سبحانه وتعالى بجميع أنواعه علو الذات وعلو القدر وعلو القهر كله ثابت لله سبحانه وتعالى نعم اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد نعم العوذ هو اللجوء والاحتماء بالله سبحانه وتعالى فهو اللجوء إلى الله والاحتماء بحماه سبحانه وتعالى مما يكره الإنسان فإن الله جل وعلا يجير ولا يجار عليه فتعود به من شر العدو ومن شر الآفات ومن شر الحاسد ومن ومن أعاذه الله فإنه لا خوف عليه ما هو ما هو فالله جل وعلا له صفتان صفة الرضا وصفة السخط وهو الغضب فهو يعود بصفة الرضا يعني يلجأ إلى صفة رضا الله من سخطه سبحانه وتعالى وبعفوك العفو هو ترك المؤاخذة على الذنب ترك المؤاخذة على الذنب ومغفرته فإن الله قادر على أن يعفو على الذنوب وقادر على أن يعاقب عليها فالعبد يلجأ بصفة العفو من صفة العقوبة فإنه لا ملجأ من الله إلا إليه سبحانه لا ينقذ من عقوبته إلا هو سبحانه إلا بعفوه سبحانه وتعالى ولا مفر من غضبه إلا برضاه سبحانه وتعالى وبك منك أي نعوذ بك يا الله منك فلا يعاذ بالله لا يعاذ من الله إلا بالله سبحانه وتعالى لا يعاذ من الله إلا به فلا تعوذ بمخلوق على أن يعيدك من الله جل وعلا بل العكس أنت تعود بالخالق من شر المخلوق ولا تعود بالمخلوق ليقيك من غضب الخالق سبحانه وتعالى لأن الله جل وعلا يجير ولا يجارع عليه سبحانه وتعالى فهذا من خصائص الله سبحانه وتعالى أنه لا أحد يقضي عليه ويحكم عليه سبحانه وتعالى ولا أحد يعاد برضاه من سخطه إلا الله ولا من عقوبته بعفوه إلا الله سبحانه وتعالى ثم قال لا نحصي ثناء عليك هذا اعتراف بأن العبد مهما فعل من الطاعات والشكر فإنه لا يفي بحق الله سبحانه وتعالى فلذلك اعتذر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ربه فقال لا نحصي ثناء عليك وهذا كقوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم فهو اعتراف بالعجز مع ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من مقام العبودية التي لم يصل إليها مخلوق ومع هذا يعترف بتقصيره في حق الله فيقول لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك أي لا أحد يستطيع أن يبلغ ثناءك إلا أنت إلا أنت كما أثنيت به على نفسك من صفات الكمال ونعوث الجلال فهو الذي يفي سبحانه وتعالى بما يجب له من الثناء نعم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد هذا الختام يختم دعاء القنوط بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صل على محمد وعلى آل محمد ويشمل الآل يشمل قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم ويشمل أتباعه من أمته كلهم يدخلون في لفظ الآل وتشملهم الصلاة نعم أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم إخوتنا المستمعين الكرام كان هذا آخر ما سمح به اللقاء في برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان شكر الله لشيخنا ما تكرم به من جواب وبيان وشكر لكم حسن استماعكم وهذه تحية من زميننا في هندسة الصوت فهد بن محمد العثمان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته